اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقولها شيء وبعظرتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد الفناء كل شيء وبأسماعك التي ملأت أركانك كل شيء وبعلمك الذي أحاطى بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نوه يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تتكو العصر اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقال اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء وكل خطيئة أخطأتها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقال اللهم إني تقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضعا متذلل خاشر أن تسامقني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي أمرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لقبائحي ساترا ولا لشينا من عملي القبيح بالحسن مبذلا غيرا لا إله إلا أهد سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك آلي ومنك علي اللهم مولاي اللهم مولاي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقرته وكم من عثار وقيته وكم من مكروم دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم يعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وخبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بخورها ونفسي بقيانتها ومطال يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودواما تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وبفلتي وكل اللهم بعزة كنيف الأحوالي كلها روفا وعلي في جميع الأمور عطفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك أسألهم كشف ظري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هواء نفسي ولم أحترس فيه من تزين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أواملك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجتني فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضرري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف بركبي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي أتراك يا معذبي بناريك بعد تمحيدك وبعد من طوى عليه قلبي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكريك واعتقدم ضميري من خبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات 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 أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أغيت أو تسلم إلى البلاء من كفيتهم ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتصلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا أتصلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسلين نفقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضماء رحوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوار حسعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضك عنك يا كميري يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على إن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوب يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقابك وصخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي يا مولاي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي ومولاي وسيدي يا سيدي لأي الأمور إليك أشكو ولم منها أضنجو أمكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي بل إن صيرتني للعقوبات مع عدائك وجمعت بيني وبين أهل ملائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي وصبرت على عذابك يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وأبني صبرت على حر نارك كيف كيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجعي يا أخوك فبعزتك يا سيدي ومولاي وربي قبصي مصادقا لأن تركتني ناطقا لأضجن بين أهل أضجيجا آملي ولأصرخن إليك فراق المستصرخين ولأنادي أنك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين ولأنادي أنك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياف المستبيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالم أفترانك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقا طعم عذابها بمعصيته وخبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سنفى من حلمه أم كيف تغلمه النار وهو يأمن فضك ورحمك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكان أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقك أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضك في علقه منها فتتركهم فيها هيهات ما ذلك الظنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقر ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمرون إلهي وسيدي وسيدي فأسألك بالخدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل قبيح وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم الشهود علي مع جوارحي وجعلتهم الشهود علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك أسترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رصب بسطة أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي ومولاي ومالك يا ربي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحبك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمور وبخدمتك موصول وأعمالي عندك مقبول حتى تطول أعمالي وأورادي كلها وردان واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكرت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واجدد على العزيمة جوانحي وهب ليت جد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك واجدد على العزيمة جوانحي والدوام في الاتصال بخدمتك واجدد على العزيمة جوانحي وهب ليت جد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ابنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرت اللهم فمن أرادني بسوء فأرت ومن كادني فكت واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بفضلك واعطف علي بمجدك واحفظي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عفرتي واخفر زلتي واخفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وظمت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصدت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والهمس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملكه إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء أرحم الرسماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين يفضلهم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل يا عالى محمد وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة